جولة جديدة من الضربات الجوية الروسية على أهداف في سوريا الجدل الذي تسببت به والانتقادات الدولية لم تثني موسكو فمقاتلاتها تصول وتجول وفق خطة تقول إنها محل اتفاق مع حكومة دمشق ويؤكد القادة الروس المشرفون على العملية أنها تحقق حتى الآن أهدافها بنسبة عالية طائراتنا المقاتلة من الطراز الحديث نفذت غارات جوية على ثمانية أهداف من بينها مخزن للأسلحة والذخائر والوقود والمعدات القتالية كما استهدفت الغارات مراكزا للقيادة والاتصال ووسائل للنقل تابعة لداعش وقد تم تدمير جميع هذه الأهداف بنجاح وزارة الدفاع الروسية وحكومة دمشق أعلنت قائمة للمواقع التي استهدفها القصف الجوي روسي وذلك بعد اتهامات للطيران الروسي باستهداف المدنيين والمعارضة المسلحة ففي محافظة إدلب قصفت المقاتلات الروسية مقرا لداعش كما استهدفت نقاطا تابعة لجيش الفتح في جسر الشغور وجبل الزاوية بريف إدلب بينما أكد ناشطون استهدافها لمعسكر تابع للمعارضة المسلحة وأما في محافظة حما فقالت موسكو إن مقاتلاتها قصفت معسكرا ومخازن أسلحة تابعة لداعش وفي حمص قصفت المقاتلات الروسية مركزا لتجهيز السيارات المفخخة بينما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهدافها بلدة القارتين الواقعة تحت قبضة داعش وفي ذيل الأهداف المعلنة جاءت مدينة رقة المعقل الأول لداعش الدعوات الدولية لوقف الحملة الروسية أو توجيهها فقط لداعش لم تتوقف ففرنسا دعت إلى أن تستهدف الضربات الجوية الروسية تنظيم داعش وليس سواه بينما اتهمت ألمانيا موسكو بالأحادية ودعت إلى السعي لحل يوقف النزيف أما الولايات المتحدة التي تقود تحالفا ضد داعش يضم 50 بلدا فكشفت النقاب عن تنسيق مع الروس بشأن سلامة الطواقم الجوية لكلا البلدين خلال تنفيذ المهمات لكن واشنطن مصممة على تأكيد أن الضربات الروسية لم تستهدف داعش حتى الآن بل تسعى لنجدة بشار الأسد وحكومته هذه الاتهامات تستند على مواقف موسكو السياسية وعلى حجم الوجود الميداني لقواتها حيث نشرت ما يوفق 50 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي 24 و25 ووحدات من مشات البحرية وقوات المظليين إضافة لوحدات من القوات الخاصة في ظل حديث عن وجود قوات إيرانية دخلت سوريا خلال الأيام الماضية وتحضير مسلحي حزب الله لعملية برية يشارك فيها أيضا الجيش السوري وإن صح هذا فهو ما قد يجعل طبيعة التدخل الروسي مختلفة مهما كانت نتائجه بينما يبقى التحالف يواجه مشكلة الحسم على الأرض في غياب قوات ميدانية تابعة له ترجمة نانسي قنقر